لا يطلعوا بعض العقلاء هنا في الحقيقة أنا أتصور ككويتين ما تعتقد أن رواسبها لا زالت موجودة لا زال يسمع بين الفترة والأخرى البعض يرد أوكي هذا لما تقولي البعض اللي هي الأقلية الأقلية بس بشكل عام لا بشكل عام أتصور بأن القضية يعني صارت الآن يمكن نوع من أنواع المفخرة الكويتية بأن الكويتين وسط الأزمات وسط الشحنات القوية حتى النفسية يقدرون يطلعون بأمان وسلام وهذا يترى من نعم أهل الكويت من نعم الكويت علينا أن مرت علينا قضايا صعبة مرت علينا 1920 حرب الجهرة وشلون الهجوم القبائل علينا وقفنا صامدين ومرت علينا بال38 أزمة استورية وقفنا صامدين ومرت علينا أزمة عبد الكريم قاسم ووحدة الكويتين كل هذه الأزمات ابو حسين حديث جدا شيق وممتع ولكن سنستكملها بعد هذا الفاصل أعزاء المشاهدين فاصل ونعود أعزاء المشاهدين وحييكم من جديد في هذه الحلقة من برنامج بين السطور وضيفنا لازال دكتور عبد المحسن جمال وحسين بدنا نتوقف قليلا عند موضوع البيت الشيعي كان لك كتاب بعنوان لمحات من تاريخ الشيع في الكويت نعم ذكرت فيه أن تجاهل كتب التاريخ دور كتب التاريخ في الكويت تجاهل الدور الشيع في الكويت هذا التجاهل التاريخي هل كان بسبب قصور أبناء الطائفة نفسه أو كان سبب متعمل نعم شوف شوف أكو أكثر من بعد الواحد يدرس في التركيبة الاجتماعية في أي بلد في أي مجتمع في أي مجتمع هذه تطرحنا إلى بعض النظريات السياسية أبو عزيز إن في أي مجتمع أكو أقليات وأكثرية في أي مجتمع أكو خلنقول مثلا من بيده الأمور السياسية أو الاجتماعية أو التجارية الاقتصادية ومن هو مهمش عنها تأخذ أي مجتمع في العالم ينحطي ذلك على أي مجتمع حتى الحضارة الحالية أمريكا السويد الكويت خلنقول مثلا اندونيسيا المجتمع الكويتي لما تأخذك شرائح سياسية يتركب من أكثر من مجموعة أو أكثر من فئة ما بدنا نقول طبقة لأن نحن كلنا سواسي أمام القانون خاصة في الديمقراطية الحديثة والدستور ولكن من أكثر من شريحة أكو شريحة اللي هي الطبقة الحاكمة اللي هي خلنقول وفقا للدستور الكويتي اللي ارتعنا وفقا للمادة الرابعة أن أسرة الصباح هي اللي من مؤهل منها وفقا لقنوات دستورية معينة يصل إلى الإمارة ويصل إلى ولاية الأهل ثم أكو الطبقات الأخرى الشعبية اللي بكل مستوياتهم يستطيعون أن يصلوا إلى القيادات السياسية الأخرى سواء في الحكومة سواء في النيابة سواء في وظائف الدولة هنا دائما في المجتمعات الإنسانية أكو نوع من أنواع الصراع الأثني الطبقي الفئوي الديني أحيانا والتجاري أحيانا أخرى هذه الصراعات أكو قوة تتولد لدى بعض المجامع فاللي بيد القوة سواء الاقتصادية سواء التجارية سواء مثلا السياسية يصل إلى مواقع معينة في السياسة هنا أحيانا ما يعتمد على الأكثرية والأقلية يعني على سبيل المثال أخذ مثلا اليهود في أمريكا ما هم كثرة أقلية بس من خلال قوتهم الاقتصادية من خلال قوتهم الإعلامية يستطيعون أن يؤثروا بالرأي العام يخلقون لوبي قوي يؤثر في الرأي العام الأمريكي ويستطيعون من خلاله حتى يمكن دعمهم لإسرائيل وما إسرائيل تشوف مثلا الآن طبقة السود أيضا في الواتن المتحدة الأمريكية كانت طبقة مستضعفة كانت طبقة يابينها للعبيد يعني من أكبر الهجرات اللي ندرسها الآن إحنا سياسيين من أكبر الهجرات في العالم اللي هاجروا من أفريقيا إلى أمريكا هي طبقة الأفارق السود اللي كانوا ييبونهم لزراعة القطن وأكو كتابي هنا وايد مهم اللي هو The Roots اللي هو الجذور وسووا فيلم كنت كنتي ما شفتوه أو لا من الأفلام المهمة جدا اللي تدرس الجانب السياسي الاجتماعي في أمريكا الآن من طبقة مستضعفة يابوهم كعبيد يزرعون القطن وبعده إبراهام لينكون اللي حرر العبيد وصارت الصراعات بين ولاة الشمال والولاة الجنوب الآن يتولد شخص من هذه الطبقة ويحكم الولايات المتحدة الأمريكية ليش؟ بأنهم طبقة أقلية يمكن عشرة في لهم من المجتمع الأمريكي اللي هم السود ليش؟ لأن استطاعوا أن ينضبون نفسهم أن يشكلون بعد وطني استطاع حتى أنهم يأخذون أصوات البيض ويتقلبون على الشخص الإنجلوسكسون اللي هو نازل ضد أوباما اللي هي الجسم السيدة هلارك لكل دو نرجع إلى المجتمع الكويت حتى ما نتوسع في النظريات السياسية في المجتمع الكويتي تركيبة المجتمع الكويتي تأسس المجتمع الكويتي من هجرات يات من المحيط بالكويت لأن الكويت من ثلاثين إلى ثلاثمين وخمسين سنة ويت وتكونت واسكنت أول ملاحظة أن السكن كان وفقا لبعض الأصول الاجتماعية يعني مثلا ياو الأخوان السنة سكنوا في جبلة ياو وبعضهم في شرق ياو مثلا الشيعة سكنوا أكثر شيء في منطقة منطقة شرق والوسطة وبعضهم قليل في جبلة ياو أخوان أهل القبائل سكنوا بعضهم في الجهرة كان لهم ثقل هناك وسكنوا في بعض المناطق الجنوبية هذه تلقائية المجتمع البشري أنك لما إتي في منطقة يديدة تسكن مع معارفك تسكن مع الناس التي تعرفهم لما أحدثت بعض التوترات السياسية أول ملاحظة بالنسبة للمجتمع الكويتي أنه تلاحم مع القيادة السياسية اللي موجودة بمختلف فيها القيادة السياسية سنة 1657 لما انتخبوا صباح الأول الله يرحمه أمير للبلاد صارت عندنا حرب الرقة وحرب الرقة على سبيل المثال يعني هذي كانوا بني شعب اللي هم أصلا شيعة ياين يهاجمون على الكويت لأن الكويت أيام هنمت وصارت قوة وصارت موضع نظر أهل الخليج وقبائل الخليج فيايين يحتلون الكويت منه اللي راح دافع عن الكويت أنا هذا يسولي في لياه منه الله يرحمه أحمد المحميد الحاج أحمد يعقوم المحميد وكان نسابه وكان يعرف التاريخ يعرفون أهل الكويت فقاموا الكويتيين الشيعة وقالوا لقوانهم السنة احنا اللي راح نصدى لهم هذول الشيعة بشيعة حتى يقول لي الصيحة اللي كانت تقول خلي الشيعي بالشيعي وتنحي السني وبالفعل صارت حرب الرقة وطلعوا لهم بيت الوزان بيت المحميد بيت الشمالي بيت عيدي مجامع شبيرة هذا كلهم استشهدوا في هذا الحرب ورقت الرقة نعم والحمد لله يعني انتصروا فلما رجعوا مع شيء اسمه شيعي وسني صار شيء اسمه وطنية الكويتيين تجددت هذه في 1920 لما يا والاخوان وارادوا ان يهاجمون الكويت كانوا ينظرون الى السنة نفسهم اللي هم نفس المذهب انهم كفار لانهم يدخنون لانهم كذا لانهم كذا وينظرون ايضا الى الشيعة بنفس النظرة فلما صار القزو كان ايامها سيد مهد الغزويني الله يرحمه وكان ايامها ايامها ايام 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 الحاكم سالم فلما صارت القضية هذه الحقيقة اندمجوا الكويتين مع بعض وعقبها بنوا السور فلما بنوا السور بنوا ايضا شيعة وسنة دارة الايام صار استقلال الكويت صارت عزمة عبدالكريم قاسم وجيش الجيش والكويتين مرة ثانية سنة وشيعة وقبائل وحضر اعتموا مع بعض وواجهوا العدو اللي كان مفترض وايامها ايضا موقف يسجل اللي سيد مسي الحكيم واحد مراجع الشيعة الله يرحمه لما يقائد الجيش العراقي كان اسمه سيد حميد نسيت اسمه الكامل وقال لترى حرام عليك تغزوها البلد المسلم طي كان موقف يشهد لآل الحكيم والعلاقة الوطيدة بين الكويتين وآل الحكيم ممكن طلعت من ذاك اليوم